سريعا جدا بقى نروح لطبعا كأس العالم للأندية المباريات في يوم السبت موعدها كالتالي النادي الأهلي أمام فلامينجو البرازيلي الساعة خمسة ونصف مساء ثم يلتقي الهلال السعودي مع ريال مدريد في التاسعة مساء الأهلي وصل منذ قليل إلى مدينة طنجا استعدادا للقاء السبت فيما يتعلق بنادي الهلال السعودي الشقيق إذا حقق الفوز على الريال وهو أمر ليس بالبعيد هيبقى هناك خمس أرقام لم تتحقق من قبل أولا أول فريق من أسيا ومن خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يفوز باللقاء هذه أول حاجة تاني حاجة هو أول خسارة للريال في كأس العالم منذ النسخة الجديدة في 2005 هذه اتنين تلاتة أول ضيف شرف يتوج بكأس العالم للأندية وهو لم يذهب بصفته حامل لقب بطولة ما هو مشارك كضيف شرف أربع أول ميداليا ذهبية يحققها فريق عربي خمسة في حالة الوصول للنهائي برقلات الترجيح ستكون دي المرة الأولى التي يحسن فيها البطل بهذه الطريقة هذا هو الأمر فيما يتعلق طبعا بنادي الهلال السعودي إذا فاز ستتحقق هذه الأرقام الخمسة لأول مرة في تاريخ المندياد يا رب أهل إن شاء الله ساعة خمسة ونص ياخد المركز الثالث وميداليا وهذا أمر رائع وجمر جميل وبقول برضو بسرعة جدا لأن النهاردة الحلقة سريعة جدا بقول بمنتهى الصراحة وبصدق وبموضوعية وبشفافية لمن يتحدث أن خسارة الأهل من الريال أربعة واحد مزلة ومش عارف إيه والله العظيم الأهل عمل مباراة مبدعة وكمان عايز أقول حاجة تانية هو سؤال لمن يتحدثون بهذا الإسلوب سؤال واحد وإنت بتتفرج على المباراة هل ما كانش عندك إحساس وإنت بتتفرج إن كل دقيقتين ثلاثة ممكن الأهل يجيب هدف ده سؤال ليك إنت لضميرك وإنت بتتحدث عن الأهل في هذه المباراة لو إنت قاعد بتتفرج وإنت متأكد إن الأهل عمره ما هيروح للجون وعمره ما هيجيب جون انطقت زي ما أنت عايز لكن بأمانتك من جواك وإنت بتتفرج كان عندك إحساس خاصة في الشوت التاني إن ممكن كل دقيقتين ثلاثة الأهل يسجل إذا جالك الإحساس ده لأنه هذا هو الإحساس الواقعي لهذه المباراة يبقى الأهل عمل مباراة مبدعة مبدعة كون النجاة جي فيها هدفين في الآخر مش قضية ما هو اتنين زي ثلاثة زي اربعة لكن أنا همني دايما ما هو شكل الأداء أمام فريق بحجم ريال مدريد أمام فريق في لاعب واحد اسمه خسيسيوس أو فينيسيوس أي أن كان الإسيوس ده تمنوا بتمن كل لعبة الدوري المصري خليك منصف وأنت تتحدث وأنت تحلل خليك منصف وشجع فريق بلدك طلع أهلي طلع زمالك طلع أي نادي ده فرقيتك كنت ما بتشجعهش كلام في الهوى أنت تتحدث عن واقعية حدثت على أرض الملعب هذا هو الأمر ويا رب إن شاء الله يوفاهم بإذن الله يوم السبت ويحقيقوا البرونزية وتبقى رابع برونزية على التوالي وتبقى حاجة عظيمة جدا إن شاء الله يا رب بإذن الله